أول مرجع للشيعة في الغيبة الثانية في الغيبة الكبرى في بغداد أول مرجع هو هذا أول لص من اللصوص إنه الحرام الكبير إنه اللص وسيد اللصوص شيخنا العظيم ابن الجنيد البغدادي محمد ابن أحمد الإسكافي الإسكافي نسبة إلى منطقة الإسكاف في بعقوبة ابن الجنيد هذا أول مرجع شيعي في الغيبة الكبرى في بغداد هذا هو المرجع الأول هناك ابن عقيل العماني كان في عمان لا نمتلك معلومات عن ذلك الرجل ومنهجه ما هو ببعيد عن منهج ابن الجنيد وإن كان بنحو أخاف ابن الجنيد هذا هو أبو حنيفة مثلما محمد باقر الصدر سيد قطب محمد باقر الصدر هو سيد قطب عند الشيعة كذلك ابن الجنيد هو أبو حنيفة عند الشيعة مثلما حزب الدعوة الإسلامية جماعة الأخوان المسلمين عند الشيعة الحكاية هي الحكاية الطوسي عند الشيعة بالضبط كالشافعي عند الشوافع الطوسي هو شافعي الشيعة محمد باقر الصدر هو سيد قطب الشيعة حزب الدعوة الإسلامية هو جماعة الأخوان المسلمين عند الشيعة صدر الدين الشيرازي هو محي الدين ابن عربي عند الشيعة وهكذا فإن رموز الشيعة يقلدون نواصب السقيفة بني ساعد بعبارة أخرى رموز سقيفة بني ساعد نسخ سيئة في تقليدها لنواصب السقيفة بني ساعد هذا من الآخر من دون رتوش ومن دون إضافات ومن دون مجاملات ابن الجنيد الإسكافي البغدادي هذا أبو حنيفة في الجو الشيحي كتبه ليست متوفرة الآن إلا أن آراءه تملأ كتب مراجع الشيعة ابن الجنيد أول مرجع وهذه فتواه في الخمس بالضبط بالضبط تناقض توقيع إسحاق بن يعقوب بدرجة مئة بالمئة مع إساءة أدب بحق إمام زماننا ما بقي من كلامه في كتب علماء الشيعة صحيح أن كتبه ليست بأيدينا الآن لكن مراجع الشيعة حرصوا أشد الحرص على أن يحتفظوا بكلامه وأن ينقلوا كلامه وهاهم يتناقلونه في كتبهم إلى يومنا هذا أقرأ عليكم من الجزء الثاني عشر من كتاب الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة لأبرز علماء المدرسة الأخبارية يوسف البحراني المتوفى سنة ألف مئة وستة وثمانين للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة أربعمية وثلاثة وأربعين ينقل فتوى ابن الجنيد في موضوع الخمس زمان الغيبة الثانية يوسف البحراني هكذا يقول عدم إباحة شيء بالكلية إنه يوجب الخمس في كل شيء من هو ابن الجنيد البغدادي وكلامه هذا موجود في كتب العلماء السابقين المرتضى السيد المرتضى كان حريصا جدا على أن يهتم بآرائه كذلك ابن إدريس الحلي المحقق الحلي العلامة الحلي ولده فخر المحققين أبو طالب الشهيد الأول الشهيد الثاني ابن فهد الحلي المحقق الكركي علي ابن عبد العالي الكركي المقدس الأردبيلي إلى قائمة طويلة إلى السيستاني ينقلون آراءه يحافظون عليها هذا هو رأيه عدم إباحة شيء بالكلية هناك من علماء الشيعة من مراجع الشيعة في زمانه من قال بإباحة بعض موارد الخمس منحو جزء لكن هذا أوجب الخمس في كل شيء بالضبط بعكس ما كان عليه حكم الخمس الطيب زمان الغيبة الأولى عدم إباحة شيء بالكلية حتى من المناكح والمساكن والمتاجر التي جمهور الأصحاب على تحليلها على تحليلها على تحليل ما هم بحسب تقديرهم يكون مرتبطا بالزواج والتناسل أنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل ولكن هناك من علماء الشيعة من أباح شيئا من الخمس ابن الجنيد أوجب الخمس بالكلية في كل الموارد من دون تحليل في أي مكان وفي أي جزء عدم إباحة شيء بالكلية حتى من المناكح والمساكن والمتاجر التي جمهور الأصحاب على تحليلها بل الدعية الإجماع من قبل بعض علماء الشيعة بل الدعية الإجماع على إباحة المناكح لأجل طيب الولادة هم لا يفقهون شيئا من منظومة طيب الولادة ومنظومة خبث الولادة ولم يفقه أحاديث التحليل من أن الخمس عبادة والعبادات ملاكاتها منها ما يرتبط بعالم الغيب ومنها ما يرتبط بعالم الشهادة وأكثر أحاديث التحليل ترتبط بملاك عبادة الخمس في عالم الغيب في العالم الأخروي هذه الحقائق لا يفقهونها لماذا؟ لأنهم لا ينظرون بعدسة العترة إلى حديث العترة وإنما ينظرون بعدسة الشافعي المعتزلية الشافعي ما هو معتزلي ولكن الطوسيين خبطوا وخلطوا بين ما هو شافعي وما هو معتزلي سيأتينا الكلام واضحا بخصوص هذه المسألة حين أحدثكم عن علم الأصول ستعرفون هذه الحقيقة بشكل واضح إن شاء الله تعالى في قادم الحلقات عدموا إباحة شيء بالكلية حتى من المناكح والمساكن والمتاجر التي جمهور الأصحاب على تحليلها بل الدعية الإجماع على إباحة المناكح وهو مذهب ابن الجنيد هذا هو الحرام الأكبر هذا هو اللص الأكبر فإنه قال ماذا قال ابن الجنيد دققوا معي النظر فإنه قال وتحليل من لا يملك جميعه عندي غير مبرئ من وجب عليه حق منه لغير المحلل لغير المحلل هو يتحدث عن الإمام المعصوم يقول وتحليل من لا يملك جميعه يقول من أن الخمسة شطر يملكه الإمام وشطر يملكه الهاشميون فالإمام ليست له من صلاحية أن يحلل جميع الخمس لأنه لا يملك جميعه عرفتم الآن من أين جاءنا هذا الهراء من أن الهاشميين يملكون الخمس لم يأتنا من آية الخمس لأن آية الخمس لم تصرح بأن الأصناف التي ذكرت فيها يملكون الخمس ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذه الأصناف التي ذكرت وهذا التعبير بالأصناف هو التعبير الشائع في الكتب الفقهية فالآية لم تصرح بملكية هؤلاء للخمس وكذا الروايات إنما هو بيان لطريقة الصرف إذا إذا كان هناك من ضرورة أن يكون الصرف هكذا وإلا فإن الأمر كله للإمام للأئمة المعصومين الأربعة عشر ابن الجنيد هذا الحرام الناصبي يقول وتحليل من لا يملك جميعه عندي هو من أنت حتى تصدر حكما على الإمام المعصوم وهذا هو الذي عليه المراجع الآن حينما توجه سؤالا إلى مكاتبهم يقولون سماحة سماحة المرجع رأيه كذا وكذا من هو هذا المرجع ما قيمته فردت جراب عتيقة جايفة خايسة ومرمية بالزبالة أشرف من عمامته من هو هذا المرجع الذي يكون له رأي فقهاء شيعة هم لسان ناقل للذي يقوله المعصوم أما هؤلاء الثولان في النجف وكربلاء يجعلون الدين وفقا لآرائهم العاطلة ويا ليت أنهم يملكون آراء سديدة جهالة مع سفاهة مع انعدام ثقافة مع لؤم ومجموعة معقدة من الأمراض النفسية هو هذا المرجع هل المرجع الذي عايشناه حثالة حثالة مجموعة أمراض نفسية مع عقد اجتماعية مع عين في المنطق مع انعدام ثقافة مع عدم اطلاع على حديث أهل البيت مع جهل مقرف بتفسير القرآن ومع حياة يقضيها بصناعة المقالب والمكائد للإطاحة بمنافسيه ممن ينافسونه على المرجعية وعلى سرقة الأخماس من الشيعة هذا هو الوصف الدقيق الكامل لمراجع النجف وكربلاء وأصحاب العمائم يعرفون حقيقة ذلك ما ينقل للناس أكاذيب وخداع وإلا من هو هذا الحيوان هذا ابن الجنيد الذي يريد أن يحكم على محمد وآل محمد وتحليل من لا يملك جميعه عندي من هو أنت يا أيها الخاسئ الحقير من هو أنت وتحليل من لا يملك جميعه عندي هذا التحليل غير مبرئ من وجب عليه حق من من الخمس لغير المحلل يعني للهاشميين باعتبار أن المحلل الإمام يحق له أن يحلل حقه لكن لا يحق له أن يحلل حق الهاشميين لأن التحليل إنما هو فيما يملكه المحلل لا فيما لا يملك وإنما إليه هذه وظيفة الإمام إليه ولاية قبضه وتفريقه في الأهل الذين سماه الله لهم في الأصناف فالإمام المحصم بمثابة جاب عند الهاشميين هكذا يقول وإنما إليه ولاية قبضه قبض الخمس وتفريقه في الأهل الذين سماه الله له هذا المنطق منطق إنسان لا يفقه شيئا من دين العترة ولا يفقه شيئا من حديثهم ولا من قرآنهم ولذا فإن مراجع الشيعة يعدونه من أفقه الفقه لأنه لا يفقه شيئا لأنه من أسفه السفه إلى اليوم مراجع الشيعة يعدونه من أفقه الفقه ويمدحونه مدحا عظيما في كتبهم المحقق الحلي والعلامة الحلي بشكل خاص هو الذي أعاد فقه ابن الجنيد وفكرة ابن الجنيد إلى الواقع الشيعي وبقي فقه ابن الجنيد موجودا إلى يومنا هذا ما هو الرأي القائم الآن بخصوص الخمس يشرب من هذا الكلام سنعود إلى رأي المراجع المعاصرين لأن هؤلاء اللصوص في كل مقطع زماني يتغير رأيهم إذا كان الخمس عبادة فهل تتغير أحكام العبادة أم أنكم أئمة معصومون تمتلكون ولاية تشريعية فهذا كلام هذا الحرام أتحدث عن ابن الجنيد شيخ يوسف البحراني في صفحة أربعمية أو خمسة وستين يعلق على كلام ابن الجنيد الذي قرأته عليكم لا أريد أن أقرأ كل التفاصيل وإنما سأقرأ جانبا من كلامه الذي يرتبط بجهة سوء أدبه وسوء عقيدته وأما ثانيا فإن كلامه فيما قدمناه من عبارته لا يخلو من سوء الأدب في حق الإمام عليه السلام من حيث أنه نسبه إلى التصرف فيما لا يجوز له التصرف وإباحة ما ليس له إباحته إلا أن يحمل كلامه على عدم ثبوت أخبار التحليل عنده وهو بعيد غاية غاية البعد لما عرفت من شهرتها واستفادتها هو هو أنتقده لكنه بعد ذلك تراجع بعض الشيء لا أعبأ له بيوسف البعراني ومن هو يوسف البعراني ومن هو ابن الجنيد ونحن عندنا حديث العترة واضح وتوقيع إسحاق ابن يعقوب جلي بين ألا تف على ابن الجنيد ألا تف وتف في وجهه القبيح القذر ألا لعنة على دينه ألا لعنة على فقه من أول مرجع وإحنا وين ما كواحد كلب ابن كلب يصل علينا هذا هو أول كلب ابن كلب من المراجع الذين تسلطوا علينا إنه ابن الجنيد الإسكافي المنعول الوالدية ناد أول مرجع تسلط علينا هو كلب ابن كلب منعول والدية نذهب إلى فاصل ماذا كتب الطوسي محمد ابن الحسن الطوسي مؤسس المذهب الطوسي سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما انتقل من بغداد إلى النجف كتابه كتابه الفهرست وهذه طبعة نشر الفقاهة صفحة 209 رقم الترجمة 601 محمد ابن أحمد ابن الجنيد يكن أبا علي وكان وكان جيد التصنيف حسنه إلا أنه كان يرى القول بالقياس فتركت لذلك كتبه ولم يعول عليها كان هذا الأمر معروفا بين الشيعة فلذا بعد وفاته أعرضت الشيعة عن كتبه متى ولد ابن الجنيد لا نعرف سنة ميلاده بالضبط لكن الذين تتبعوا تأريخه وضعوا سنة تقريبية لولادته فقالوا من أنه ولد في السنة التسعين بعد المئتين لا تلاحظون أن أمرا يكاد أن يكون غريبا ما قدرته قطعا بعيدا عن هذا الموضوع عن ولادة ابن الجنيد قدرت ما قدرت وفقا لمعطيات ترتبط بتوقيع إسحاق ابن يعقوب قدرت أن التوقيع وصل إلى الشيعة في السنة التسعين بعد المئتين سنة ميتين وتسعين للهجرة تقريبا والذين بحثوا في تعريخ ابن الجنيد قدروا أيضا تقريبا من القرائن من المعطيات المتوفرة من أن ولادته في سنة ميتين وتسعين تقريبا هذا هذا يعني أن إبليس بدأ عمله وقد يكون ابن الجنيد شرك شيطان مثل ما تحدثنا الروايات القرآن يخاطب إبليس وشاركهم في الأموال والأولاد فهناك الكثير من الناس الأئمة يصفونهم بأنهم شرك شيطان حتى من الذين يحبون العترة الطاهرة أو أن الشيطان التزمه منذ ذلك التاريخ ما إن انتهت الغيبة الأولى وبدأت الغيبة الثانية صار مرجعا للشيعة وما إن صار مرجعا للشيعة حتى أصدر الفتوى بنقض حكم صاحب الزمان شلون كلب من كلب وتعال قدس هذا المنعول الوالد وذول الموجودين أنجس من عنده وتعال هم قدسهم وواحد أنجس من الثاني الشيعة مضحك ومستاهلين مستاهلين وإحنا ننتقل من كلب ابن كلب إلى كلب ابن كلب هذا هو الواقع وإلا لماذا حكم الخمس الذي كان في زمان الغيبة الأولى لم يطبق لماذا طبق علينا حكما مضادا ومناقضا لحكم إمامنا أعود إلى الطوسي وما كتبه عن ابن الجنيد قلت لكم ولادة ابن الجنيد هكذا قدروها سنة ميتان وتسعين تعريق وفاته على ما هو معروف وهناك من يشكك فيها على ما هو معروف سنة 381 توفي في السنة التي توفي فيها الصدوق الصدوق توفي أيضا سنة 381 للهجرة وعلى المعروف أن ابن الجنيد توفي سنة 381 لكننا لسنا متأكدين من هذه المعلومة محمد ابن أحمد ابن الجنيد يكنى أبا علي وكان جيد التصنيف حسنه إلا أنه كان يرى القول بالقياس فتركت لذلك كتبه ولم يعول عليها وله كتب كثيرة منها أتعلمون أن أكثر مرجع معاصر يمتدح ابن الجنيد هو أهسستاني ويذهب في تأويل بعيد لمعنى القياس يقول من أن ابن الجنيد كان يقيس الأحاديث على القرآن واوية 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 هذا الطوسي وهو شافعي ولكنه لا يستطيع أن يتحدث عن ابن الجنيد بغير الذي هو شائع ومعروف عنه ولذا حينما تحدث عنه قال وكان جيد التصنيف حسنه إلا أنه كان يرى القول بالقياس بالقياس الذي عليه أبو حنيفة لو كان يقيس الأحاديث على القرآن أن يعرضها على القرآن مثل ما يقول السستاني ولا ندري من أين جاء بهذا الكلام لقال الطوسي هذا الكلام لكن ابن الجنيد كان يعمل بالقياس إنه أبو حنيفة في الجو الشيعي وكان جيد التصنيف حسنه إلا أنه كان يرى القول بالقياس فتركت لذلك كتبه ولم يعول عليها وله كتب كثيرة منها ويبدأ الطوسي بذكر أسماء كتب ابن الجنيد هذا ما ذكره الطوسي في الفهرست النجاشي في كتابه الفهرست وهو الاسم الحقيقي للكتاب أما هذا الاسم الشائع رجال النجاشي فهذا تزوير من قبل العلامة الحلي وابن داود الحلي كي يضحك على الشيعة في أنه كتاب للرجال وهو فهرست للكتب رجال النجاشي الموجود على الغلاف رجال النجاشي ولكن إذا ما دخلنا إلى الجزء الثاني في داخل الكتاب في داخل كتاب النجاشي فإننا سنجد العنوان الفهرست هذا الموضوع تحدثت عنه بالتفصيل في برام السابقة الوقت يجري سريعا لا أريد أن أقف عنده هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة 385 رقم الترجمة 1047 محمد ابن أحمد ابن الجنيد أبو علي الكاتب الإسكافي وجه في أصحابنا كان مرجعا فكيف لا يقول عنه كان وجه وجه في أصحابنا ثقة جليل القدر هل يستطيع أن ينتقد مرجعا من المراجع كما هو الحال في زماننا تلقى واحد هتلي طايا حظ صاقط سافر بس يقولون عنه مرجع من يقدر يحش عليه أبو علي الكاتب الإسكافي وجه في أصحابنا ثقة جليل القدر صنف فأكثر وأنا ذاكر لها بحسب الفهرست الذي ذاكرت فيه بحسب الفهرست الذي ذاكرت فيه نقل أسماء كتب ابن الجنيد من فهرست آخر ربما هو الفهرست الذي كتبه هو ابن الجنيد لكتبه هناك ينقل عنه من أنه كتب فهرست لكتبه لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل وسمعت النجاش يقول وسمعت بعض شيوخنا يذكر أنه كان عنده مال للصاحب عليه السلام وسيف أيضا لصاحب الزمان هذه كلاوات المرجعية جايب لسيف على أساس هذا الصاحب الزمان وأموال الصاحب الزمان حتى شيعة تجيب الأموال عنده الإمام الحجة في التوقيع الأخير ماذا قال للسمر ولا توصي إلى أحد بعدك يقوم مقامك انتهى الموضوع فبدأوا يشتغلون بهذه الملاعب هذا أول مرجع قلت لكم هذا كلب ابن كلب واستلمون من كلب ابن كلب إلى كلب ابن كلب وإلى يومنا هذا وسمعت بعض شيوخنا يذكر أنه كان عنده مال للصاحب عليه السلام هو إذا أنت تعتقد صاحب الزمان من عول الوالدين كيف تسيء له بفتوى تخالف حكمه وتسيء له بكلامك من أنه لا يحق له أن يحلل الخمس ابن الزفرة إنني أصر على هذه الألفاظ كي أكسر هذه القداسة الزائفة في عقولكم وقلوبكم عن الماضين الأموات السفلة وعن الأحياء السفلة هؤلاء هؤلاء الذين دمروا ديننا هذا هو كلامه قرأته عليكم بالله عليكم هذا كلب ابن كلب لو كلب ابن كلب ماذا تقولون أنتم على الأقل أنا أعتقد هذا لا أبالي بكم قولوا ما تريدون أن تقولوا وسمعت بعض شيوخنا هذا النجاش يقول يذكر أنه كان عنده مال للصاحب عليه السلام وسيف أيضا وأنه وصى به إلى جاريته لماذا لم يوصي به إلى المرجع من بعده وعلى أساس مراجع ونواب صاحب الزمان أدري توصي به للجارية الجارية صارت ناء صاحب الزمان الكم مناهل الوالدية هتلي وأنه وصى به إلى جاريته فهل كذلك هل كذلك يعني لا يعرف ذكر لذلك المال ولذلك السيف لأن القضية أكذوب لأنه كان كذابا لا يوجد سيف ولا يوجد مال وإلا كيف يوصي بمال صاحب الزمان وسيفه إلى جاريته أليس الواجب أن يوصي بذلك إلى عيون الشيعة وثقاتهم إلى المرجع الذي يأتي من بعده إلى الهتلي الذي يأتي من وراء وراء ولذا يموت الخوع يورث الأموال لعائلته والسستاني كذلك سيورث الأموال لأولاده وهذا الفيلم شغاط من بداية الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا ويضحكون علينا هذا مات المرجع وهو مديون كذاب كلب هذا المرجع حول أموال ما أدري إلما موديها وذاك وهي الأموال كلها مسروقة وأولادهم يرثونها ويضحكون علينا من ذاك اليوم إلى هذا اليوم والخمس أساسا مواجب وقد رأيتم النصوص والأدلة والقرائن والشواهد والحقائق الواضحة كيف أن الخمس قد أباحه وحلله إمام زماننا وانتهت الغيبة الأولى والحكم هو الحكم فلابد أن يبقى ساريا منذ بداية الغيبة الثانية وإلى هذه اللحظة بس إحنا طحنا بيد مراجع السرسرية وقواويد وهتلية ومن قواد القواد ومن هتل الهتلي وإلى يومنا هذا وأنا أصر على استعمال هذه الأوصاف وهي قليلة في حقهم لأنهم يستهزعون بإمامنا الإمام الصادق وصفهم بأنهم أضر من شمر شنو قواد شنو هتلي هذه كرامات هؤلاء أضر من شمر على دين الشيعة هذا كلام الإمام الصادق من أنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه وجناب المرجع هنا هذا المرجع الهتلي يوصي بالأموال التي لا وجود لها هو يضحك على الشيعة يقول عنده أموال خاصة لصاحب الزمان وعنده سيف يوصي بهذا إلى جاريته نذهب إلى فاصل لم أقرأ عليكم إلا من كتب الذين عاشوا في زمانه في زمن قريب من زمانه قرأت من فهرست الطوس وقرأت من رجال النجاشي وعلى سبيل المثال أذكر لكم عنوانين من كتبه التي ذكرها النجاشي هذا الكتاب مثلا كشف التمويه والإلباس على أغمار الشيعة في أمر القياس من مراد من أغمار الشيعة يعني جهالهم فهو يعتبر الشيعة الذين يعترضون على القياس يعتبرهم جهالا ولذا يريد أن يثبت لهم صحة منهجه ومبدأه في اعتماده القياس كما كان يفعل أبو حنيفة كشف التمويه والإلباس على أغمار الشيعة في أمر القياس وكتاب آخر اظهاروا ما ستره أهل العناد من هم أهل العناد إنهم السلف الصالح الذين ذكرهم إمام زماننا في الرسالة إلى المفيد وبالمناسبة فإن المفيد من تلامذة ابن الجنيت الرسالة التي وصلت سنة أربعمية وعشرة من الناحية المقدسة إلى الشيخ المفيد ماذا جاء فيها ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون مثل هذا الكلب ابن الكلب مثل هذا ابن الجنيت كتاب هذا من كتبه إظهار ما ستره أهل العناد من الرواية عن أئمة العترة في أمر الاجتهاد المراد من الاجتهاد القياس والاستحسان هذا هو مصطلح الاجتهاد عند النواصب نحن ما عندنا اجتهاد في ثقافة العترة هذا المصطلح الشائع الآن في النجف وغير النجف في الثقافة الحوزوية الشيعية هذا جاؤنا به من النواصب وأول من طرحه بشكل واضح في كتبه المحقق الحلي المتوفى سنة ستمية وستة وسبعين يعني في القرن السابع الهجري أول مرة يستعمل هذا المصطلح في الجو الشيعي هذا المصطلح مصطلح مذموب هذا مصطلح سقيفة بن ساعدة أول من جاء به أبو بكر ومن سقيفة بن ساعدة خرج هذا المصطلح فهو ماذا يقول يقول من أن الأئمة يقولون بالإجتهاد إظهار ما ستره أهل العناد من الرواية عن أئمة العترة في أمر الإجتهاد إلى بقية كتب ضلاله ألا لعنة على كتبه ألا لعنة على قياسه وفقه ومنهجه المسائل السروية من كتب المفيد وهذه الطبعة طبعة المؤتمر العالمي بمناسبة ذكرى ألفية الشيخ المفيد مجموعة من الرسائل وضعت في هذا الجزء وهو الجزء السابع من مجموعة مصنفات الشيخ المفيد المسائل السروية السروية نسبة إلى مدينة السارية قديما والتي يقال لها في أيامنا مدينة ساري في إيران إنها تقع في شمال إيران والذي ينسب إليها السروي فهذه المسائل جاءت المفيد من تلك الأسقاع المسائل السروية ماذا قال في المقدمة المفيد وبعد فقد وصلني المدرج المنطوي المدرج يعني الكتاب الكتاب الطويل من الجلد من غير الجلد من المادة التي صنع منها المدرج وبعد فقد وصلني المدرج المنطوي على المسائل الواردة من جهة السيد الشريف الفاضل أطال الله في عز الدين والدنيا مدته وأدام تأييده ونعمته ووقفت على جميعها وضاق المدرج عن إثبات أجوبتها الكلام طويل وهذه الورقة الكبيرة لا تكفي فأمليت ذلك في كتاب مفرد يأتي على المعنى إن شاء الله تعالى هي هذه المسائل السروية رسالة المسائل السروية أذهب إلى الصفحة الحادية والسبعين من هذه الرسالة بحسب الطبعة التي أشرت إليها المسألة الثامنة الاختلاف في ظواهر الروايات كان في نية أن أقرأ كثيرا من الكلام لكن الوقت يجري سريعة ما قوله هذا السائل يسأل المفيد ما قوله أدام الله تعالى نعماءه في من تندس طرفا من العلم تندس طرفا من العلم أي حقق وبحث في جانب من العلم تندس بحث وتتبع ما قوله أدام الله تعالى نعماءه في من تندس طرفا من العلم ورفعت إليه الكتب المصنفة في الفقه عن الأئمة الهادية عليهم السلام فيها اختلاف ظاهر في المسائل الفقهية كما وقع الاختلاف بينما أثبته الشيخ أبو جعفر ابن بابوي رحمه الله وهو الصدوق في كتبه من الأخبار المسندة عن الأئمة عليهم السلام وبينما أثبته الشيخ أبو علي ابن الجنيد رحمه الله في كتبه من المسائل الفقهية المجردة عن الأسانيد الشيخ الصدوق يعمل بالأحاديث وابن الجنيد هذا يعمل بالقياس ألا لعنة الله على قياسه هذا سؤال السائل يجيب المفيد كان في نية أن أقرأ جوابه عن ما أثبته الصدوق لكن الوقت يجري سريعا سأذهب بشكل مباشر إلى ما ذكره عن ابن الجنيد فأما كتب أبي علي ابن الجنيد هذا قول المفيد والمفيد من تلامذته لكنه كان ناقما على منهجه فأما كتب أبي علي بن الجنيد فقد حشاها بأحكام عمل فيها على الظن واستعمل فيها مذهب المخالفين في القياس الرذل أنا أقول للسيستان إذن من أين جئتنا بهذه البدعة لتمرير خرائ ابن الجنيد من أن ابن الجنيد كان يقيس الأحاديث على القرآن ما هؤلاء هم الذين درسوا عنده وعاصروه قد تقولون أين ذكر ذلك السيستان ذكر هذا الكلام في كتاب الرافد في علم الأصول بتقرير منير الخباص هذا هو الجزء الأول من مجموعة مصنفات السيستان وهذه الطبعة طبعة ألف أربعمية واحد وأربعين للهجرة مؤسسة نور الأمير إذا ما ذهبنا إلى الصفحة الحادية بعد العاشرة في النقطة الثانية إن نسبة العمل بالقياس لابن الجنيد وردت في عدة كتب ولكننا نحتمل أن تكون النسبة في غير محلها بمقتضى تتبعنا لاستعمال كلمة القياس إلى أن يقول في آخر المطاف من أن ابن الجنيد يقيس الأحاديث على القرآن ما هو هذا كلام الذين عاصروه وكلام الذين درسوا عنده لماذا هذا الخداع ولماذا هذا التدليس وما هو بغريب على الرجل ما هو بغريب طريقته في التدليس طريقة معروفة هذا صديقه آصف محسني في كتابه بحوث في علم الرجال وهذه الطبعة طبعة مركز المصطفى العالمي للدراسات والتحقيق صفحة خمسة وخمسين آصف محسني يتحدث عن السيستاني وآصف محسني صديق للسيستاني وكان يتباحثان معا هو يقول هذا أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء أورده في الكتاب لكنه يعلق آصف محسني مدمر الأحاديد منكر الروايات الذي شكك في كل الأدعية والزيارات قطعا ليس من عنده هو يقول أنا أطبق منهج أستاذي الخوع وآصف محسني مرجع من مراجع الشيعة في أفغانستان يقول من أن السيستاني يتبنى رأيا في التعامل مع الروايات وأسانيدها يتبنى رأيا هكذا يقول عنه ولعله لم يخطر ببال أحد من العقلاء سوى هذا السيد الجليل في تضعيف الروايات هو السيستاني بيش فالح فالح في التشكيك في عقائد أهل البيت وتضعيف الروايات هذا هو اللي فالح به هو وأولاده نفس الشيء هو وأولاده ما تدري أولاده أتعس من عنده لو هو أتعس من عدهم بعض الأشياء هو أتعس من أولاده وبعض الأشياء أولاده أتعس من عنده وواحد أتعس من الثاني هذا آصف محسني هو الذي يقول ولعله لم يخطر ببال أحد من العقلاء سوى هذا السيد الجليل في الحاشية يقول محمد باقر الصدر على نفس هذا المنهج في تدمير أحاديث أهل البيت عودوا إلى الكتاب وقرأوا بحوث في علم الرجال منهم وبيهم هذا كلامهم وهذه كتبهم هذا الكتاب الإمام السيستاني أمة في رجل وهذه الطبعة طبعة مؤسسة البلاخ في المقال الذي عنوانه سيرة ومسيرة أمة في رجل المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسين السيستاني دام ظله في الصفحة التاسعة والسبعين وله آراء خاصة يخالف بها المشهور مثلا مشتهرة من عدم الاعتماد بقدح بن الغضائر إما لكثرة قدحه أو لعدم ثبوت نسبة الكتاب إليه فإن سيدنا الأستاذ لا يرتضي ذلك بل يرى ثبوت الكتاب وأن ابن الغضائر هو المعتمد في مقام الجرح والتعديل وأن ابن الغضائر هو المعتمد في مقام الجرح والتعديل أكثر من النجاش والشيخ وأمثالهما ابن هذا يا سيستاني هو أنت شايفه كتاب ابن الغضائر أبوك شايف جدك شايف أستاذك البرو جرد شايف أبو البرو جرد شايف أستاذك الخوء شايف أبو الخوء شايف أستاذ الخوء النائين شايف أبو النائيني شايف جيب لي فت كلب ابن كلب من مراجع الشيعة شايف هذا الكتاب شلون تثبت وتقدم على الكتب الموجودة وإن كانت تلك الكتب هي مزبلة كتب النجاشي والطوسي مزبلة لكن على الأقل هي كتب موجودة أنت وين شفت كتاب ابن الغضائري جيب النفد واحد من علوالدي فت كلب ابن كلب يقول آني شايف كتاب ابن الغضائري بس ابن طاوس جمال الدين ابن طاوس قال هذه الكلمة وكم من الزمان فيما بين ابن طاوس وابن الغضائري وكتاب ابن طاوس الذي تحدث فيه عن ابن الغضائري ليس موجودا أنت لا شايفة ولا أبوك شايفة أما فما موجود هذا الكتاب هذا هو المنطق المنطق السيستاني وهو هو منطق ابن الجنيد وهكذا يدمر دين العترة الطاهرة لا تلاحظون أن مدمر الروايات يستغرب من موقف السيستاني من الروايات فيقول هذا القول الذي يتبنى في تقييم الأسانيد لا يقول به عاقل على وجه الأرض إلا هذا السيد الجليل وهذا من أغرب الأخوال كتاب لم يره أحد يقدمه على الكتب الموجودة وإن كانت هذه الكتب مزبلة وخراء لكنها موجودة وهؤلاء هم الذين عاصروا ودرسوا عند ابن الجنيد هم يقولون هذا المفيد أشو المفيد من يقول الإمام السجاد يتغوط على نفسه تنقلون كلامه يصير حجة معكم مثله المفيد من ينكر ظلامة الزهرة يصير هو الأصل هل تجاي يشوفون إشتون مناعي الوالدين ذولين جاي يشوفون له لا هذا هو الواقع زين المفيد من جاي يتحدث عن أستاذه هو من يتحدث عن الإمام السجاد ينقل الكلام عن حميد ابن مسلم من قتلة الحسين هذا حميد ابن مسلم من قتلة الحسين ينقل الكلام عنه تقبلون كلامه أن الإمام السجاد مصاب بالذرب بالإسهال الشديد كان يتغوط على نفسه هذا تقبلون كلامه مع أن المفيد لم يكن حاضرا في الواقعة ونقل الكلام عن حميد ابن مسلم الذي اتطبر نفسه لما نقل عن حميد ابن مسلم ما نقل هذا الكلام اتطبر السني المفيد نقل الكلام أنتم تقبلون الكلام على المنابر وفي الفضائيات طيح الله حظكم من ينكر ظلامة الزهراء وينكر وجود المحسن مع أنه في كتاب آخر في الاختصاص يقبل بالواقعة كتاب الاختصاص تنفونه تقولون هذا ليس للمفيد وتتمسكون بالقول الذي يخالف أحاديث أهل البيت في كتابه الإرشاد من أنه لا وجود للمحسن هذا تتمسكون به مع أنه لم يكن حاضرا في الواقعة المفيد لكن حينما ينقل الكلام عن أستاذه بنفسه لا يقبل كلامه لماذا؟ شياطين 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 هكذا أسس دينه الشيعة بهذه الطريقة بهذه الطريقة نذهب إلى فاصل أعود إلى ما ذكره المفيد في المسائل السروية فأما كتب أبي علي بن الجنيد فقد حشاها بأحكام عمل فيها على الظن واستعمل فيها مذهب المخالفين في القياس الرذل فخلط بين المنقول عن الأئمة عليهم السلام وبين ما قاله برأيه ولم يفرد أحد الصنفين من الآخر فخلط ما قاله الأئمة بأقواله التي اعتمد فيها على القياس الرذل كما يقول المفيد الكلام واضح فهل هذا يكون قدوة في المنهج الفقهي اتبعه فقهاء الشيعة إلى يومنا هذا وتلاحظون أنهم يرقعون له الأمر ليس خاصا بالسيستاني لكنني جئت بالسيستاني مثالا من الأحياء الأموات رقعوا ما رقعوا له المرتضى نفسه رقع له وابن إدريس والقائمة طويلة أشرت إلى بعض الذين رقعوا لابن الجنيد وأعادوا منهجه القذر في الوسط الشيحي ويستمر المفيد إلى أن يقول في الصفحة الخامسة والسبعين من المسائل السروية بحسب الطبعة التي أشرت إليها يقول المفيد وأجبت عن المسائل التي كان ابن الجنيدي جمعها وكتبها إلى أهل مصر ولقبها بالمسائل المصرية هناك شيعة كانوا يقلدونه في مصر وأجبت عن المسائل التي كان ابن الجنيدي جمعها وكتبها إلى أهل مصر ولقبها بالمسائل المصرية وجعل الأخبار فيها أبوابا وظن أنها مختلفة في معانيها ونسب ذلك إلى قول الأئمة عليهم السلام فيها بالرأي يعني أن الأئمة لهم رأي كما لأبي حنيفة وليس أن الذي يقوله المعصوم هو قول الله هذا قول ابن الجنيد آثار هذا الفكر موجودة في منهج الحوزة النجفية والكربلائية اللعينة حينما أقول لكم من أن العلامة الحل ثبت منهج ابن الجنيد وسار المراجع إلى يومنا هذا عليه وكلما استطاع أحد منهم أن يدافع عنه أن يرقع له فإنه يبادر إلى ذلك كما فعل السيستاني وقرأت ما قرأت عليكم من كتبه ونسب ذلك إلى قول الأئمة عليهم السلام فيها بالرأي وأبطلت ما ظنه في ذلك وتخيله إلى آخر كلامه إذن هو يقول ويعمل ويفعل ويستنبط ويحكم وفقا للقياس وليس في أمر واحد أو في مسألة واحدة وقرأت عليكم عنوين كتبه التي ذكرها النجاشي في الفهرست والعناوين دالة على مضمون تلك الكتب كانت واضحة وها هو المفيد ينقل عن كتاب من كتبه المسائل المصرية من أن أحاديث أهل البيت هي آراء آراء وليس أن حديث الإمام هو حديث رسول الله وحديث رسول الله هو حديث الله كلامهم كلام الله وكلام الله كلامهم هؤلاء هم خلفاؤه الحقيقيون وهم الناطقون عنه وهم وجه الله الأكرم لكن ماذا نفعل مع هؤلاء الحمير مع هؤلاء الشياطين مع هؤلاء الإكلاب أولاد الإكلاب ماذا نفعل معه ماذا نفعل معه والشيعة تقدسهم وتتمسح به من طيعة الله أعظ الشيعة لكنني ماذا أقول للشيعة الوثيقة الديخية هي التي تخبرنا أتحفونا 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 بالوثيقة الديخية ماذا أجيب الأسمان واحد قال لي أذر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابل ما توصل للنوبة إليها قال توصل أطمئنم تركبهم يعني ما شك يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله النب عبارة واحد من الأعلى أخبر خمسة قال ليست أجيب ماذا رحب لك تركب يعني خلافة أغميشيني كما تقول خلافة أغميشين جميز أغميش كان حالة أغميش ديخ فعلا ديخ أغميش ونص عباطي كنا على تفاو كنا تعرفون لأنه ما لد أجيب الأسماء عرضها قال تركب مثل ما ركب نعم غاية ديخ لا معلم إجمالي هذا هو واقع واقع الشيعة لا هذا هو واقع الشيعة هذا هو واقع الشيعة وسيبقى حاله ما كذا وقت الحلقة قارب على الانتهاء هناك كتاب آخر للمفيد أيضا تحدث فيه عن ابن الجنيد المسائل الصاغانية إنني أقرأ من الجزء الثالث من مجموعة مصنفات الشيخ المفيد بطبعة مؤسسة التاريخ العربي من إنتاج المؤتمر العالمي بمناسبة ذكرى ألفية الشيخ المفيد المسائل الصاغانية نسبة إلى مدينة يقال لها صاغان في جهة أفغانستان وما وراء أفغانستان هناك أكثر من مدينة يقال لها صاغان في جهة أفغانستان وكذلك في المناطق البعيدة في الدول التي كانت سابقا تنتمي إلى الاتحاد السوفيتي المسائل الصاغانية هذه مجموعة مسائل بعث بها أحد الشخصيات الشيعية من خراسان هذه المسائل في أصلها سألها أحد علماء الأحناف وبحسب المحقق الذي حقق الرسالة المسائل الصاغانية جمع بعض القراء على أن العالم الحنفية هذا هو أبو العباس الفضل ابن العباس ابن يحيا الصاغاني الحنفي بحسب المحقق وكلامه يبدو معقولا جدا فهذا شخصية معروفة في التعريخ من شخصيات الأحناف في تلك الأسقع أسئلة عالم الأحناف هذا تدور في الإشكال على الشيعة وهو يتحدث أيضا عن ابن الجنيت لأن ابن الجنيت سنة ثلاثمية وأربعين للهجرة سافر إلى خراسة ومن خلال الكلام الذي ذكر في هذه المسائل فإن ذلك العالم الحنفي قد التقى بابن الجنيت ومن جملة ما تحدث به العالم الحنفي من أن ابن الجنيت يزعم أنه على ارتباط خاص بصاحب الزمان وهذا الكلام يلتقي مع الذي قرأته عليكم مما ذكره النجاشي في كتابه الفهرست والمسمى زورا من قبل مراجع الشيعة برجال النجاشي حيث ذكر من أن مالا خاصا لصاحب الزمان كان عند ابن الجنيت ومن أن سيفا لصاحب الزمان خاصا بصاحب الزمان كان عند ابن الجنيت وحينما مات ابن الجنيت فإنه أوصى بذلك إلى جاريته مهزلة 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 وقت الحلقة انتهى ولذا فإنني سأترك ما ذكره المفيد في المسائل الصاغانية بخصوص حقارتي ورذالتي هذا المرجع الكبير هذا الكلب ابن الكلب الذي يسمى بابن الجنيت قبحه الله وقبح وجهه في الدنيا والآخرة هؤلاء هؤلاء هم سادتنا ومراجعنا هذه المرجعية ومن منعوا الوالدي إلى منعوا الوالدي دمرون ذو لا دمرون لم يبقوا لدين العترة الطاهرة من باقية لعنة الله على مذهبهم الطوسي القذر النجس ترجمة نانسي قنقر